الحمد لله رب العالمين أهلا وسهلا بحضركوا وتجدد اللقاء في هذه السلسلة المباركة سلسلة الزهد والرقائق ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح القول والعمل إن شاء الله يعني موعدنا كده في خطرة يعني قصيرة حول المتح حول المتح والإنسان يعني قد يتعجب هل المتح ده من أفات اللسان إحنا تحدثنا عن الغيبة والنميمة فما شأنه المتح هل المتح ده يعني يدخل فيه سبحان الله الكلام الذي يعني لا يعني أيضا بنقول أيها الحبيب المبارك إن المتح ده يعني له أخطار المتح له أخطار نعم أولا خطر يتعلق بالمادح نفسه وأخطار تتعلق بالممدوح للأفات اللي تتعلق بالمادح إنه قد يقول قولا لا يتحقق من يقول قولا لا يتحقق من فيصير هذا الكلام مجرد الدعاء ويكون كذبا وقد يقول كلاما ليس له سبيل على أن يطلع عليه يقول عن إنسان ورع وإنسان زاهد ويحكم على الظاهر والله يتولى الصرائل وهذه الصريرة هو لا يعلمها ولا يستطيع أن يعلمه وقد يفرط في المتح فينتهي به الأمر إلى الكذب الأمر الآخر أنه قد يمدح من لا يعني يستحق الزم فسبحان الله يبوء بالاسم يبديك الله مخاطر للمادح طيب الممدوح بقى قال لك أنه بتحدث في نفسه شيء من الكبر والإعجاب والكبر والإعجاب يعني سبحان الله يهلكان العبد عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يمدح رجل قال ويحك قطعت عنك صاحبك قال صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنك صاحبك ليه بقى؟ لأن سبحان الله المدح ده بيدخل في نفس الإنسان الممدوح أنه وصل إلى غايته فبتتقاصر همته ويقل جهده ويفطر عن عملي وده كله سبحان الله يعني سبحان الله بلا يصبي هذا العبد الأمر الثاني يعني الأفادة هي سبحان الله بتدخل إلى قلب الإنسان الممدوح فتتغلغل في قلبه وتقصر همته وتقصر جهده وقد يتفاخر ويتعظم على الناس طيب عشان علي الأمر ده ازاي؟ قال لك أن لازم الإنسان الذي يمدح هذا هو أدرى الناس بنفسه يجب أن يقف مع نفسه لأنه يعلم أنه هناك أمور لو عرفها الغير سبحان الله ما خلطه أحد حشان كده سيدنا علي يعني كان فقيها عالما كان إذا أسني علي يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون هو يعلم هذا الأمر الله عز وجل هو الذي يتولى صرائر العباد قال اللهم اغفر لي ما لا يعلمون وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقولون أمرانا رسول الله أن نحثي في وجوه المدحين الطراب أن نحثي في وجوه المدحين الطراب طبعا عشان يعني نفهم الحديث دوا ليس كل مدح يزام ابن الأسير يقول المدحون هنا هم اللي اتخذوا متح الناس عادة وجعلوه بضاع يعني هؤلاء يأكلون من الممدوح هو يذكر الممدوح بالفعل الحسن والأمر الجميل ترغيبا فيه أو رغبة فيه أموالهم يأكلون بهذا المتح ولكن إذا امتدحت إنسان على خلق حسن أو أمر ممدوح تريد ترغيب الناس وتحرضهم على الاقتضاء بهذا الأمر فهذا يعني ليس بالمتح المنهي عنه إن كنت يعني تصير بالفعل أو في اللغة مداحا أو مادحا لهذا الشخص ولكن لا ينطبق عليك هذا الأثر أنك يعني تأكل بهذا المتح إذن سبحان الله الوصية هي لي ولكم الإنسان يكون مقتصد في متح إذا امتدحت إنسان يبقى يكون الغاية أن يقتضي به الناس ولا تزيد في هذا المتح وتكسر فيه حتى لا تقطع عنق أخيه بهذا المتح يعني ديا كانت خطرة قصيرة كده عن المتح نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يستخرج منا ما يرضيه عننا أقول قولي هذا وأستغفر الله العزيزي الكريم لي ولكم فاستغفروا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته